الموافقات طبعا الإباحة كما قلنا المباح الذي استوى طرفه والحلال الذي استوى طرفه قال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية تجذبها الأحكام البواقي فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة النادب أو الوجوب هي المسألة على مسألة التلازم ومسألة الاستمرارية ومسألة أيضا الوسائل ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع يبوا هنا شوف تكلم على المباح وقسمهم أقسام القسم المباح بالكلية والمباح قد يكون مباحا بالجزء لكنه عند النظر إلى الكل يكون مطلوبا مندوبا إلى طلبه محسوسا عليه من ندب أو الوجوب ويكون مباحا بالجزء وبالنظر إلى الكلية أيضا يكون ممنوعا بالكراهة أو المنع عليكم السلام عليكم السلام عليكم إذن عندنا الأقسام أربعة القسم الأول التمتع بالطيبات هذا مباح من كلية الوجوه فالتمتع بالطيبات التي جعلها الله جل في علاء مباحا وحلالا لعباده كالمآكل ومشارب والمراكب والملبس فهذا كله مباح من كلية الوجوه قال والمندوب والمطلوب في محسن عبادات أو المكروف في محسن عادات كالإسراف فهو مباح بالجزء إذا كان مطلوبا في محسن العادات يكون مندوب وإن كان ممنوعا في محسن العادات يكون مكروها كالإسراف فهو مباح بالجزء فلو ترك بعض الأوقات مع القدر عليه لكان جائزا كما لو فعل فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه في الحديث إذا أوسع الله عليكم فأوسعه على أنفسكم وهذا الحديث راه الأخرين ليرى الله أن أثر النعم عليه إذا أوسع الله عليكم فأوسعه حسب ما كان فعل الله معكم عاملوا وعباد الله جعل بذلك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عذادي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده وعندما أكرم شعره وألبس ثيابا طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا أحسن وقوله إن الله جميل يحب الجمال بعد قول الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا من الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فهذا مباح للجزء فلو تركه الجميع لا يستوي الطرفان لو تركه الجميع لكان مكروها لكن ممكن أنا أسألكم كيف تكون الوجهة الفقهية يعني لو ترك حسن الهيئة الجميع لكان مكروها وش الوجهة الفقهية الكراها هنا إما تتسمنا نحن قلنا أنه أصل مباح أصل مباح ترك شعيرة من هذه المسلمين ممتاز يا نعيم ترك شعيرة من هذه المسلمين هذا جيد جداً وأيضاً فيها مخالفة لمقاصد الشريعة أيضاً فيها مخالفة لمقاصد الشريعة فمن مقاصد الشريعة بيان محاسن التشريع من مقاصد الشريعة بيان محاسن التشريع ومنها أن الله يلمين وحب الجمال نعم ممتازين طيب والثاني كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبايع والشراء ووجود الاتساب الجائزة قولي تعالى وحل الله البايع وحرم الرباء وحل لكم صيد البحر وطعامه أيضاً قوله حلت لكم بهيمة الأنعم كثير من ذلك كل هذه الأشياء مباحة بالجزء إذا اختار أحد هذه الأشياء على المسواها فذلك دائز أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس لم يخضح في ذلك فلو فرضنا ترك الناس لترك الناس كلهم ذلك لكان الترك لما هو من الضريات المأمور بها فكان ندخل فيها واجباً بالكل نعم لما لما الأمر ظاهر وفي بوضع أحدكم صدقة وأنا أن ما نسأل ملك الرجل وباح له أن يجامع ويطرق لكن لو ترك الجميع مقاص شريعة تتخلف وهذا الذي قلت لكم فيه ملحظ المسألة في مقاص شريعة فتتخلف مقاص شريعة ومع تتخلف مقاص شريعة هو تنكح وتكثر فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فأكون هنا كليتاً أدخل فيه واجب كليتاً أدخل فيه واجب هذا على الكل وأصله في جزئه مباح وأصله في جزئه مباح والثالث كالتنزه في البساتين ربي ربي لا إله سبحانه والثالث كالتنزه في البساتين والسماع وتغريد الحمام والغناء المباح واللعب المباح بالحمام أو غيرها فمثل هذا مباح بالجزء فإذا فعل يوما ما أو فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج فيه فانفعل دائماً كان مكروهاً ونسبة فعيله إلى خلية العقل وإلى خلاف محاسن العداد وهذا الإصراف فعل ذلك المباح شوف هنا تكلم على لازمه وتكلم على الوسيلة إنه وسيلة ولذلك عمر قال أكره الرجل أن أراه سبهللاً لهو بأمر عمل الدنيا والعمل الآخرة قال والرابح كالمباحات التي تغضح في العدالة المدامة عليها أيضاً مسألة اشتراء الحمام وتطيير الحمام والنظر وهذه تغضح في العدالة أيضاً حتى وإن كانت مباحة فإنها لا تغضح إلا بعد أن يعد صاحبه خارجاً عن هيئة أهل العدالة ويجرى صاحبه مجراء الفصاق فإن لم يكن كذلك وإن لم يكن كذلك ومع ذلك إلا ذنب اقتصرفه شرعاً وقد قال الغزاري إن المدامة على المباحة قد تصيره صغيرة وهذا أيضاً كلام عاري عن الصحة هذا كلام عاري عن الصحة وعاري أيضاً عن الدقة أن المباح الأغذب المباح والاستدام عليه يصيره إلى صغيرة سنجره جراً إلى اللوازم والصغيرة إذا استدام عليها صاحبها تجره إلى الكبيرة تكون كبيرة والكبيرة إذا استمر عليها صاحبها كانت كفراً وهذا لا يلتزم به لا الغزار ولا غيره لا أحد يقول بأن الكبيرة تلتزم بها المرء وتكون كبيرة إلا الخوارج المعتزلة هم يقولون أصل فعل كبيرة يعني يأخذ عن ملة صاحبها قال قال كما أن المدامة على الصغيرة تصيره كبيرة هذا كلام صراحة عاري عن الدقة وعاري عن الدليل لا دلال على ذلك ولا هو إلا إلا ورع مزعوم فقط والمسألة هنا مسألة خطيرة خطيرة لأني أقول من استدام على الصغيرة صارت كبيرة صار فسقاً صار فسقاً والمسألة ليست كذلك الصغيرة قد تكون كبيرة بسبب استهانة القلب إنه لا يعبأ بما يفعل ولا ينظر إلى عظمة من عصى هذه التي تسيرها كبيرة وهي لا تسير كبيرة هي تكون كبيرة مفهوم هذا كلام الحق أن أقول المدامة على المباح تسيرها صغيرة هذا خطأ مبين لكن كما قلت المسألة تذهب إلى الوسائل ما كان وسيلة شيء أخذ حكمه فالمباح هنا يخرج من دائرة المباح إلى ما كان مقصداً له فتكون الوسائل لا أحكام المقاصد من هذا المنظر من هذا المنظور آسف من هذا المنطق فقط ومن هنا يقيل لا صغيرة مع الإصرار ومن هنا قيل قيل هنا ده يقصد به حديث ابن عباس لا صغيرة مع أسرار ولا كبيرة مع استغفار والحديث فيه كلام الحديث لم يصح الحديث لأبي هريرة فيه أبو شيبان الخرساني منكر منكر الحديث حديث ابن عباس وحديث لأبي هريرة هذا نخرجه التبراني فيه مبشر ابن عبيد وهو أيضاً مطروك فهذا الحديث لم يصح حديث لا صغيرة مع أصرار وكبيرة مع استقباء فلا يصح لا يصح هذا الحديث قال المصنف فصل إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل واجب على الكفاء أو على العموم أو على عيان إذا كان مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل وهذه نظرة أخرى مثلها مثل الأدان لأنه شعيرة مشعير الإسلام مثلها مثل إقامة الصلاة هي مندوبة بالجزء لكنها تكون كما قلنا بالكل واجبة كالأذان في المساجل والجوامعة وغيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين والتطوع والنكاح والوتر والفج والعمر والسائل نوفر الروات فإنها مندوب إليها بالجزء لو فرد تركها جملة لجر حتارك لها لما؟ لأنه ترك شعيرة من شعير الإسلام بل قال الفقهاء ولي الأمر يقاتلهم عليها لو تركوا الأذان شعيرة من شعير الإسلام جماعة لهم شوكة يقاتلهم وللأمر عليها ألا ترى أن في الأذان إظهار شعائد الإسلام ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه نعم وكذلك صلاة الجماعة من دوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته وهذا على القوم بوجوبه أو هي ليست بواجب عند للمة الثلاثة نعم لكن في تركها لو كان المجموع في تركها مضادة لإظهار شعائد الدين والتواعد الرسول من دوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يصبح فإن سمع أدانا أمسك وإلا أغار والنكاح لا يغفى على ما فيه مما هو مقصود للشرع أيضا من تكسير النسل فالترك كليتا ألا يأسن به صاحبه نعم ويبقى النوع الإنساني وما أشفى ذلك فالترك لها جملة مؤسرة في أوضاع الدين فإذا كان دائما أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأسن له فالمحظور إذن هو عملهم بإيش كما قلت قبل ذلك فالنظر هنا نظر إلى على الوسيلة هو وسيلة لإيش نعم قاله إذا كان الفعل مكروم بالجزء كان ممنوعا بالكل كما قلنا من دوب يكون واجه من كل كان لعب بالشطرنج والنرد في حضر المقامرة واسمع الغناء المكروه هنا الكراها وش الدليل على الكراها في الشطرنج وش الدليل على الكراها وش الدليل على الكراها النرد النرد هذا محرم طبعا هو في قولي والنرد غير مقامرة هو يتكلم على مذهب الذي يتمذهب به هذا كلام الملكية وهذا لا صح لأنه هذا ابطال الحديث والحديث ظاهر جدا من لعب بالنرد والنرد شير فكنما وضع يده في دم خنزير فقد عصى أبا القاسم أما الشطرنج الحديث الذي جاء عن ابن بالطالب حديث ضعيف لم يصح هذه التمثيلة أنتم لا عاكفون هذا حديث ضعيف لم يصح طبعا سماع الغناء المكروه الذي يتكلم عنه بالمعازف يعني فإن هذه الأشياء ده وقعت سعر غير مدوامة لم تخضح في العدالة فإن دوم عليها قضحت في عدالة وذلك دليل على المنع بناء على أصل غزائي وهذا كلام أيضا فيه نظر هذا كلام ليس بصحيح هذا الكلام ليس بصحيح فيه نظر طبعا قال غزالي غزالي قال مدوامة على المباحث تسايره إلا صغيرة كلام باطل باطل لا دليل عليه قال محمد الحاكم في اللعب بالنرض وشترنج إذا كان يكسر منه حتى يشغله عن الجماعة هنا شوف نظر بقى انظر إلى كلام ودقق للفهم حتى يشغله عن الجماعة خلص دخل في حيز الحرام هو الآن إذن كما قلنا هو إلى وسيلته يعخذ بحكم الوسيلة حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته وكذلك اللعب الذي يخرج يخرج به عن هيئة أهل المروعة والحل بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك نقف عند هذا شوفوها قال في هذا الباب كذا اللعب الذي يخرج عن هيئة أهل المروعة فدخل فيها مساعدة المروات والحل بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك أيضا نظر عليها نظر الوسيل نظر عليها نظر الوسيل لكن في نفسها لا يصح أن نقول المباح المدوم عليه صغيرة هذا خطأ بين نقول قد يكون وسيلة إلى ذلك هذا الذي صح اشتركوا في القناة